دي حلقة سريعة جدا من دردشة طبية على السريع دي صفحة من مرجع في طب وقراحة العيون هنقرأ بالانجليزي الأول بنقول بيكلم هو ان رواد الفضاء اللي صعدوا للفضاء الخارجي أكثر من ستة شهور بيعودوا بتغير في حدة الإبصار يعني نظرهم بيقل تدريجيا أو بشكل ملاحوظ عن مكان قبل أن يسافروا وده غير معرفة الأسباب وكاننا بيستمر لسنين طويلة فنعراها بالانجليزي ونترقبها العنوان Neuro Ophthalmology of Space Flight الدراسة البصرية العصبية للطيران في الفضاء بيقول A long duration space flight can lead to change in the eye and optic nerve السفر الطويل في الفضاء قد يؤدي إلى تغيرات في النظر وفي العصب البصري This is known as Space Flight Associated Neuro Ocular Syndrome وهذه تسمى بمتلازمة السفر الفضائي العصبية البصرية S-A-N-S Approximately two-thirds of astronauts with flights lasting more than six months experience a decrease in distance and near visual acuity Which can remain unresolved for years بيقولك أنه تقريباً تلتين الرواد الفضاء الذين يسافرون لمدة كديدة عن ستة شهور تلتينهم بالضبط يعانون من نقص في أو من قصور في النظر القريب والبعيد للاثنين Distance and near visual acuity حدة الإبصار القريبة والبعيدة بتقل وهذا القصور يستمر معهم لمدة سنوات بيقولك بقى إيه بالأسباب Optic Disc Edema التشاح المية في القرص البصري Globe Flattening أو بيتموت فلتح المقلط العين أو يعني تسطح يعني تبقى أكتر اللي بتبقى عامل داي الفطيرة مش داي الكورة Coroidal folds and retinal cottonwood spots مشاكل في القضاحية والشبكية والشبكية كل الحاجات دي ممكن تكون أسباب أو يعني بعض الأسباب المفترضة لهذه القصة يعني The basic cause of this syndrome is unknown السبب الفعل الحقيقي بيشمعه في كل ما أعراض لما بنفحص العينين من الآن عندهم بعض هذه المشاكل من أول ارتشاح المية لهو تسطح المقلط العين مشاكل في القضاحية مشاكل في الشبكية كل يتحسن مشاكل في الإبصار لكن سببها مش معروفة بسبب هذه المشاكل بسبب حالة نعدام الجاذبية أو ضعف الجاذبية مما يؤدي إلى مشاكل في السائل داخل العين وداخل المخ بسبب أثار الميكانيكية بسبب ان عصب البصل نفسه بيحصل له حاجة اسمها shift الفوق يعني بيتذق الفوق شوية في المخ ممكن يكون برضو ليه دور كل دي اثار السفر الفضائي الطويل اكتر من 6 شهور كل او تلتين الرواد الفضائي اللي بيسافروا مدة طويلة بيرجعوا بمشاكل في الابصار بقصور في النظر الحاد او نظر القريب ونظر البعيد لمدة قد تصل لسنوات القصة مش بديه خاص قصة انه احد اللي كانوا بيذكروا هذا او بيقروا هذا الكتاب كتب من تحت تعليقا اية قرآنية بتحكي عن نفس القصة سبحان الله بيقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني لو فتحنا عليهم بابا يعني طريقة للسعود الى السماء وظلوا يعرجون زي السكر في السماء من فوق طلعوا في الفضاء حيحتل عندهم قصور في النظر ويقولوا انما سكرت ابصارنا فسبحان من علم من الانسان ما لم يعلم وسبحان من اثبت في قرآنه ما يكتشف يوما بعد يوم الآية دي في يعني بصراحة يعني يعني فوجئت بهذا المعنى لاول مرة الاب هذا المعنى الواضح جدا القصة كنا بتكلم انه اللي بيطلع فوق ما بيبقاش فيه ضوء شامس ما بيبقاش فممكن ما يشوفش كويس انما انه يرجع كمان الارض وكمان عنده ضعف في الابصار بعد ما يرجع الارض لا دي جديدة بالنسبة لي فيعني طبعا هو موضوع ان احنا نربط اي شيء كشف علمي بالقرآن له ضعبط احنا ما نقولش دي اعجاب علمي مية في المية ولو النظر طلع الغراط بكرة الصبح ده ما يطعانش في القرآن لكن احنا بنستأنس باي حاجة زي كده نلاقيها كشف علمي ونلاقي القرآن بيقول كلام يتوافق معاها فده بيدينا يعني نعمل استئناس العلمي بيها او الدين يعني لكن احنا لا نقزم صراحة ولا نقزم يقينا او على اطلاق على وقت اطلاق يعني بانه ما قيلة في هذه الاية في القرآن معناه هذا المعنى للعلم اللي احنا اكتشفناه حديثا موضوع التفسير العلمي للقرآن او الاجازة العلمي للقرآن فيه طبعا محاذيك كتير احنا لا نقزم باي شيء لكن لما ملاقي ايه زي كده بتثبت او بتحكي عن نفس معنى اية اه افضي يالي بتحكي عن نفس معنى اكتشاف علمي اللي شفناه ده بيديه نوع من الاستئناس ونوع من الا يعني الاستبشر ب اه صدق القرآن الكريم اه طبعا موضوع ده كبير جدا لكن احنا زي ما قد احنا بنستبشر وبنستأنس خيرا ويعني صفحة عجبتني على الفيس بوك فحبيت اشاركها معكم ونلتقى على خير مع ترتشة تربية على السريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته